خزان صافر والوعود الكاذبة ابتزاز سياسي وسيلة لجمع الاموال ومضيعة للوقت لا اكثر ثمان سنوات والمنظمات الدولية تحذر من كارثة بيئية وشكة وقبل اشهر اعلنت المتحدة تلقيها التمويل الكافي من المانح للبدء في عملية طوارى لنقل النفط من ناقلة صافر متهالك الى سفينة امنة منظمة الامم المتحدة تحدد موعدا جديدا لبدء تنفيذ المرحلة الاولى من خطة انقاذ خزان صافر النفطي المتهالك الذي يهدد بحدوث اكبر كارثة بيئية في البحر الاحمر وقال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة لشؤون الانسانية في اليمن ديفيد جيرسلي انه من المقرر وصول ناقلة نفط بديلة الى المياه الاقليمية اليمنية في البحر الاحمر منتصف شهر مايو المقبل تمهيدا لبدء عملية تفريغ مليون برميل من النفط الخام الموجود بداخل خزان صافر العائم الذي يرسو قبالة السواحل الغربية لليمن واوضح المسؤول الاممي خلال لقائه في عدن مع مسؤولين يمنيين برئاسة وزير النقل بالحكومة المعترب بها دوليا عبدالسلام حميدا ان الامم المتحدة بصدد استكمال شراء الناقلة البديلة خلال شهر مارس الجاري على ان يكون وصولها لليمن منتصف شهر مايو القادم بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية والسعر راجرسلي خلال اجتماعه مع الجانب اليمني الجوانب الفنية الخطط الطوارئ التي وضعتها الحكومة لمواجهة المخاطر المحتملة حال حدوث اي تسرب النفطي خلال عمليات النغل والتفريق من الخزان العائم قبالة سواحل الحديدة وقد يؤدي التسرب النفطي في البحر الاحمر الى كارثة بيئية من شأنها القضاء على سبل يعيش المجتمعات الساحلية الفقيرة في اليمن التي تعتمد على صيد الاسماك كما انها قد تضر بالصحة وتدمير الشعاب المرجانية المجاورة وتتسبب بانسداد محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب الى ملايين الاشخاص في المناطق وتفاقم تداعيات الحرب الكارثية